دوال في الاكسل هتفيدك جدا فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض مهارات لثلاث دوال مفيدين جدا وهنتعلم كمان ازاي نستخدمها في التقريب لقرب عشرة او مية او الف واول ده اللي هي راوند ودي للتقريب العادي اللي احنا عارفينه وراوند قب ودي بتقرب لأعلى قيمة وراوند داون ودي بتقرب للعدد الاقل وكل واحدة من دول ليها تطبيقاتها وليها استخدامتها ويلا نبدأ لو عندي مجموعة من الارقام زي العمود ده وانا محتاجة اقرب لقرب عدد صحيح هروح للخلية دي واقول له يساوي راوند وافتح كوس ولما يطلب مني الرقم هروح اشاور على خلية الرقم وادوس فصلة ولما يطلب مني النامبر اف ديجيتس هكتب له صفر يعني بقول للاكسل انا مش محتاج الديسيميل واقف الكوسي وادوس على انتر وشد معدلاتي اللحظ هنا ان الرقم اللي في 32 من مية قربه للاصغر بس اللي في 460 من مية قربه للأكبر وده زي ما قلنا التقريب العادي طيب لو عايز بقى لإكسل اقرب للاعلى رقم مهما كان الرقم العشري في الحالة دي اغير راوند وخليها راوند أب وشد معدلاتي طيب لو محتاج بقى يقرب للقال في الحالة دي هغير راوند أب وخليها راوند داون وشد معدلاتي للآخر هلاحظ هنا انه شالي الديسيميل بغض النظر عن هو كام طيب نتنقل الجزء المهم لو عايز الدوال دي اتقرب لي لقرب عشرة يعني 36 دي مثلا هتبقى 40 هنعمل ايه هروح للخلية دي واكتب له هنا يساوي راوند وافتح كوس ولما يطلب مني الرقم هروح اشاور على خلية الرقم ودس فصلة ولما يطلب مني النمبر اوف ديجيتس هقول له واقف الكوسي ودس على انتر وشد معدلاتي للآخر طيب لما حب اقرب بقى لقرب مية هنا هغير النمبر اوف ديجيتس وخليه مينس اتنين وشد معدلاتي للآخر طيب والاقرب ألف برضو هكرر المعادلة بس هخلي الرقم ده مينس ثلاثة واقف الكوسي ودس على انتر وهلاحظ هنا ان التلات خلايا دول مديني زيرو لان ما فيش قيمة اعلى من خمسمية عشان يقربها الالف بس لو رحت للايمة دي مثلا وخلتها سبعمية اتنين وستين بوينت ستة اربعة هلاقي الرقم تحول من زيرو الالف وبس كده ما دنساش تعمل سيف للبوست عشان ترجع لوقتي ما تحتاجه ولايك وفلو عشان يوصلك مني كل جديد سلام